بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا إن تمسكنا به من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية الأنبياء لأممهم ولأولادهم وذرياتهم تمسك بالإسلام مهما كلفهم الأمر ومهما اشتد بهم البلاء والخطوب أن يتمسكوا بالإسلام حتى يأتيهم الموت وهم عليه وهذه هي حسن الخاتمة فمن ختم الله له بالإسلام فإنه يسعد سعادةً لا شقاء بعدها ومن أفلتت يده من الإسلام ومات على غير الإسلام خسر خسارةً لا تعوض أبدا فيجب على المسلم أن يسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام إن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وإن اختلفت شرائعهم إلا أنها كلها شرعها الله سبحانه وتعالى لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصار الإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام ونسخ ما قبله فمن كان مؤمناً بالأنبياء السابقين ومات على ذلك فإنه مسلم ومن كان مؤمناً بالأنبياء السابقين وأدرك محمدًا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله الأجر مرتين كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وكما ذكر عن السابقين الذين أدركوا الإسلام الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين أجراً على إيمانهم بالأنبياء السابقين وأجراً على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحداً إلا اتباعه من لم يتبعه فهو كافر وهو من الخاسرين كما قال جل وعلا لنبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلاه يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار وهذا الإسلام يا عباد الله ينبني على خمسة أركان أولاً الإسلام ما معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لا بد من هذه الأمور أن تتحقق في الإسلام وأما من ادعى الإسلام وهو لم تتحقق فيه هذه الأمور فليس بمسلم الاستسلام لله بالتوحيد التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة لأن الإسلام اعتقاد وعمل فالاعتقاد هو الاستسلام لله بالتوحيد والعمل هو الانقياد لله بالطاعة والأعمال الصالحة فليس الإسلام مجرد دعوة لا بد أن يكون قولاً وعملاً وأيضاً لا بد أن يتبرأ من المشركين يتبرأ من جميع الكفرة وإلا لم يكن مسلماً لأن بعض الناس يقول أنا إذا أسلمت ما علي من الآخرين نقول لا من الإسلام أن تتبرأ من الكفار ولا تحبهم ولا تناصرهم ولا تظاهرهم على المسلمين وإلا لم تكن مسلماً ودعواك الإسلام غير صحيحة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده فمن لم يتبرأ من المشركين لم يكن مسلماً يكون الأديان كلها عنده سوى كما يقولون الآن حرية الأديان حرية الاعتقاد كل له دينه ما يجوز هذا لابد أن تتبرأ من المشركين حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هذا هو الإسلام وهذا الإسلام ينبني على خمسة أركان الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والركن الثاني إقام الصلاة الركن الثالث إيتاء الزكاة الركن الرابع صوم رمضان الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا أما الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن المسلم يلازمه دائماً وأبداً في ليله ونهاره وفي جميع أحواله يلازم الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله سواءً بالنطق باللسان أو بالاعتقاد بالقلب يكون على هاتين الشهادتين دائماً وأبداً لا يتخلى عنهما أبداً مهما كلفه الأمر والركن الثاني يتكرر على المسلم خمس مرات في اليوم والليلة وهو الصلوات الخمس والركن الثالث والرابع يتكرر على المسلم كل سنة وهو الزكاة وصيام رمضان والركن الخامس مرةً في العمر على المستطيع وما زاد فهوى تطوع فالمسلم يلازم الإسلام دائماً وأبداً ولا يتخلى عنه مهما كلفه الأمر قد يبتل الإنسان قد يتسلط عليه الكفار يريدون أن يرتد عن الإسلام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا شأن الكفار وهاهم الآن ماذا يفعلون بالمسلمين يريدون أن يتخلى عن الإسلام وأن يتبعوا دين الكفار فلابد أن المسلم يوطن نفسه على أنه لن يتخلى عن هذا الدين مهما كلفه الأمر حتى ولو قتل قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت أو خرقت فالمسلم لا يتخلى عن الإسلام مهما كلفه الأمر ولا يستسلم للعدو ولكنه يسأل الله السلامة من الفتن ويبتعد عنها ويحذر منها ولا ينخدع بالدعايات الباطلة ولا ينخدع بما ينشر اليوم في وسائل الاتصال الاجتماعي من التشكيك في الإسلام وامتهديد المسلمين من قبل الأعدى وأتباع الأعدى ومن المنافقين أنكم لا بد أن تتخلوا عن هذا الدين وإلا سيحل بكم كذا وكذا كونوا مع الناس اتركوا دينكم المسلم لا يرفص عليه دينه لأنه هو نجاته إذا ضيّعه ضاع وخسر الدنيا والآخرة وإذا تمسك به وصبر عليه فإنه يسعد في الدنيا والآخرة والأمد قصير والدنيا متاع الإنسان يصبر على دينه ولا يزهد فيه مهما كلفه الأمر ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء من دينه أبداً خصوصاً في أيام الفتن والشرور وعلى المسلم أن يعرف ما هو الإسلام تعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به ويعرف ما يضاده وما يناقضه من نواقض الإسلام لا بد أن يتعلمها يتعلم أولاً ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي مكملاته ثم يعرف ما هي نواقض الإسلام لا بد أن يتعلم الإنسان أمر دينه حتى يتمسك به ويحذر مما سواه ولا تزهده الدعايات الباطلة والأفكار المضللة وما أكثرها اليوم فاليوم نحتاج إلى الصبر أكثر من ذي قبل نحتاج إلى تعلم أمور ديننا أكثر من ذي قبل لأن الفتن اشتدت ولا يصبر على دينه إلا من وفقه الله وعرف دين الحق وصبر عليه قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد من الصبر على المحنة وعلى الأذى وعلى المشاق والفرج قريب إذا تمسك به أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فلا بد أن يأتي عليك ابتلا وامتحان على قدر دينك فإن صبرت وتمسكت بدينك فإنك تخرج إلى الآخرة وأنت من المهلحين وإن فردت في دينك وضيعته ولم تصبر على الأذى خرجت إلى الخسار الذي لا يعوض إن الإنسان لا في خسر ما له نهاية إلا من تمسك بهذه الأربع آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد من هذه الأمور حتى تسلم من هذه الخسارة المحققة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له تعظيما لشانه أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس إن كان شهر رمضان قد انتهى بما فيه من الخير فإن عمل المسلم لا ينتهي إلا بالموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن فضله سبحانه أنه أتبع شهر رمضان بأشهر الحج إلى بيت الله الحرام الحج الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج هذه أشهر الحج أعقب الله بها شهر رمضان فالخير متواصل من الله سبحانه وتعالى وهذه الأشهر فيها عشر ذي الحجة ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر عن عشر ذي الحجة وفيها اليوم التاسع وهو يوم عرفة الذي هو أشرف الأيام وخير الدعاء دعاء عرفة وفيها يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ففيها خيرات وبركات فالخير من الله متوالي ومتواصل لمن وفقه الله سبحانه وتنبه لذلك معلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وَسَلِّمُوا بَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم كفَّ عنا باساً الذين كفروا فأنت هشد باساً وأشد تنكيلاً اللهم احفظ هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد خاصة واحفظ بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم كفَّ عنا باساً الذين كفروا فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنى والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداتاً مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم أصلح شأنهم اللهم وفِّقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم اللهم أعنهم بنصرك وتوفيقك وتسديدك يا رب العالمين اللهم أحفظ بهم أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم